السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا محراكم في فيديو جديد من سلسلة كلمة في سياق النهاردة عندنا كزا كلمة وهنركز على كلمة واحدة اللي هي كلمة let كلمة let معناها سيبو أما يقول لك مثلا let your brother help you معناها يخلى أخوك يسعلك طيب لو عايز أقول لك بقى ما تخليش بقول لك let not يعني أقول لك مثلا ما تخليش صاحبك يبعدك عن الطريق الصح يبقى أقول لك let not your friend take you away يبقى عندناك المجديد اللي هي take away take you away from the right path من الطريق الصحيب take away يعني يبعد أو ياخدك بعيد يعني عن الطريق الصحي يبعدك عن الطريق الصحي طيب عايزين نتعلم بالمناسبة دي دعاء نقول يا الله أو يا رب أو اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يبقى oh الله let not let not يعني لا إيه لا تجعل worldly affairs worldly affairs يعني الشؤون الدنيوية الحاجات الدنيوية be يعني يا ربي ما تخليش تكون let not the worldly affairs be ما نخليش الشؤون الدنيوية أو الأمور الدنيوية our principle concern كلمة concern معناها اهتمام أو هم فكلمة principle برضو معناها الأساسي ممكن نغيرها بكلمة من أو حك يبقى let not worldly affairs be our principle concern ولا مبلغ علمنا يبقى nor ولا the ultimate limit the ultimate limit اللي هو أبعد حد of our knowledge nor the ultimate limit of our knowledge اللهم آمين طبعا اللهم في الأوب نقول oh الله جزاكم الله خيرا ولو انت استفعت من الفيديو النهاردة اكتب لي أو استخدم الكلمة دي في مثال أو اكتب الدعاء بالعربي أو بالإنجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته